5 مايو 2018 تم افتتاح هذه الوحدة دي المفاجأة المفاجأة المدوية انه يوم 5 مايو 2018 تم افتتاح هذه الوحدة محافظ الشرقية الاسبق ودي الصورة وابن افتتح المركز فيه من 4 شهور تقريبا 4 شهور والنهاردة احنا في شهر سبتمبر بيحصل الكارثة وقالوا ان كان فيه صيانة لسه خلصانة ليه الاجهزة هو مين اللي استلم ما تم صيانته هو الشركة اللي جابت الوحدات مين اللي استلم منها هي الشركة اللي اقامت وشيدت وبنت ويحلت الغسل الكلوي وجابت الاجهزة مدتها بالاجهزة والشركة اللي بتشغل الاجهزة والشركة اللي بتصين الاجهزة والناس السلاسل البشرية من المديرين والمسؤولين الاداريين والاطباء اللي استلموا الوحدات الغسيل استلموهم من الشركة على ايه اساس؟ يبقى انا بسأل اسئلة منطقية للمجتمع اللي حصل مش مسئولية حد بعينه ده مسئولية مجتمع هذا المجتمع المفروض يصحى هذا المجتمع المفروض يعرف انه المفروض كلها مسئولية تضامنية هو الراجل اللي استلم غلط ان كان استلم غلط والراجل اللي اهمل في الاستلام الصح هو الراجل اللي اهمل في الصيانة الصح هو الفن اللي اهمل فيه انه استلم ما تم صيانته هو الراجل الموظف ولا المهندس ولا الدكتور اللي أهمل بشكله وبآخر هل متعمد؟ هل إهمال عشان مش فاضي؟ هل كان بيعمل شات على التليفون؟ هل الراجل ده ما عندوش ضمير؟ هل خدرش؟ والله أعلم كل ده فيه إيد النيابة العامة لكن أنا بسأل أسئلة مجتمعية بقول للمجتمع مين الناس اللي قامت بدور وهذا الدور ما كانش على مستوى المسئولية؟ مين؟ بالتأكيد هناك مسئولية تضامنية بالتأكيد هناك سلطة إشرافية لا ننكر هذا المواطن ملوش زم